كثير من الآمال تلاشت من وراء هدنة غير معلنة بين التحالف بقيادة السعودية وميليشيا الحوثي المستمرة بأعمالها العسكرية داخليا واقع اليمنيين لم يتغير في ظل الانتقائية في الملف الإنساني فالميليشيا تتخذه ذريعة للوصول إلى مكاسب سياسية تطالب الميليشيا باستمرار بضرورة فتح كامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة باعتبار ذلك مسألة إنسانية ملحة فيما تغيب تلك المشاعر الإنسانية عند حصارها لمدينة تعز المستمر منذ ثمان سنوات آخر المستجدات بهذا الشأن ما أعلنت عنه الميليشيا بأن التحالف بقيادة السعودية سمح بثلاث رحلات إضافية كل أسبوع من مطار صنعاء الدولي إلى عمان وهو ما أكدته الخطوط الجوية اليمنية مشيرة إلى زيادة بواقع ست رحلات في الأسبوع المبعوث الأممي هانسي جراندبيرغ رحب بهذه الخطوة داعيا إلى مزيد من التقدم نحو رفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل من وإلى اليمن دون أن يتطرق إلى فتح الطرقات وفك الحصار عن تعز الحكومة تغيب عن المشهد وعلى ما يبدو أن دورها يقتصر على منح المزيد من التنازلات وتقول المعلومات إنها لم تتلقى أي تعروض لاتفاق سلام مقبول من قبل الوسطى باستثناء إبلاغها بالشروط التعجيزية للحوثيين تلك الشروط الحوثية التي تسعى إلى انتزاعها من الحكومة تتمثل في دفع رواتب مقاتليها ومنحها السيادة التامة على موانئ الحديدة ومطار صنعاء والسيطرة على إراداتها والحصول على حصة كبيرة من عائدات النفط والغاز رغم كل ما تحقق للميليشيا إلا أنها تضع يدها على الزناد وفي المقابل تصطف الشرعية خلف التحالف السعودي الإماراتي والأمم المتحدة ويدها تنضي على تنازلات تخدم الميليشيا على حساب يمني